اشتركوا في القناة والرسائل القصيرة الاتهامات مصدرها الرئيس مصالح استخبارات هذه الدول في الولايات المتحدة مثلا مثل المسؤول عن شركة واي واي امام لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الامريكي السيناريو نفسه عاشته فرنسا عندما دعا نائب برلماني الى مقاطعة منتجات الشركتين الصينيتين واي واي وزيتو تقرير في الموضوع في كل من واشنطن وباريس تشغيل الهواتف النقالة يتطلب بنية تحتية ضخمة في الولايات المتحدة العديد من الشركات العالمية تتنافس للحصول على جزء من الكعكة التي تقدر بمليارات الدولارات من بينها شركة هواوي وزيتي اي صينيتان من بين المزايا التي نحصل عليها من خلال بناء شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية هي القدرة الكبيرة على المراقبة والتجسس وربما التعطيل في ابريل نيسان عام 2010 كتب نواب من الكونغرس الى الحكومة الامريكية لمنع صفقة بيع شركة سبرينت نيكستيل لهواوي الصينية لجنة الاستخبارات في الكونغرس نشرت تقريرا حول التهديدات التي تشكلها الشركتان الصينيتان على الامن القومي الامريكي وذلك بسبب روابطهم المحتملة مع نظام الحكم في الصين هواوي وزيتي اي توفران فرصا لوقات الاستخبارات الصينية لإدراج برمجيات في الأجهزة ونظم التصالات السكية واللسكية القانون الصيني يجبر الشركتين على التعاون مع الحكومة الصينية من خلال استخدام أنظمتهم للوصول إلى أغراض الخبيثة لا الحكومة ولا الجيش الصيني له حق الملكية في شركتنا تفسيرات لم تقنع أعضاء لجنة الاستخبارات الأمريكية التي دعت شركات الهاتف النقال إلى عدم شراء أجهزة شركتي هواوي وزيتي اي من جهته حذر السيناتور الفرنسي جون ماري بوكيل من استخدام تكنولوجيا الاتصالات الصينية بعض المكونات الحساسة في أجهزة التوجيه التي تعبر من خلالها المعلومات كالرسائل القصيرة والاتصالات هي بمثابة شفرات لغزو جميع الشبكات فعندما تكون مصنوعة في الصين مثلا تجب مراقبتها لأنها قد تكون أداء للتجسس المنهجي جون ماري بوكيل صاحب تقرير حول الحرب الإلكترونية يوصي بحظر شراء أجهزة الاتصالات الخاصة بشركتي هواوي وزيتي إي في أوروبا لا توجد أدلة حول الهجمات الإلكترونية كل الأدلة تختفي قبل الوصول إليها لهذا لا يمكننا إلا وضع فرضيات في بعض الأحيان تكون دقيقة عندما تعتمد على عناصر معينة تسمح لنا بمعرفة مصدر هذه الهجمات قضية هواوي وزيتي إي هل هي قضية تجسس أم حماية مقنعة الأكيد أنها معركة من معارك الحرب الاقتصادية التي تخوضها القوى العظمى ترجمة نانسي قنقر